سفر يونان تفرج على سلطان الله روعة عدى الرب حوتا يبلع يونان ومعدته تكفي ان يونان يقعد فيه كامل تلت ايام وتلت ليالي وبقدرة معجزية ما يفتص من قلة الاكسوجين ويكمل ويعيش تلت ايام وتلت ليالي ويصلي كمان جوه بطن الحوت طبعا ازمة ازمة يعني معاش صلاة معاش صلاة من يعني من صرخ للرب لانه في ازمة بعدين يقول لك ايه خلاص ربنا علموا الدرس فامر الرب الحوت فايه طلعوا تاني الحوت يقدروا له لأ حاجة عجيبة الناس بيقولوا لربنا ايه لأ والحوت يقولوا ربنا ايه حاضر حاضر يا رب طب اقذفوا فين قالوا انا هخلي الغريزة بتاعتك طبعا ده حيوان ليه غريزة هسيطر على غريزتك بحيس اني هواديك في اتجاه احنا بنعرفش لما لقط يونان في البحر المتوسط لقطه في انا حتة بس هي المركب كانت طالعة من السفينة طالعة من يافا راحة فين ترشيش في اسبانيا القصة دي حصلت ربما ربما بعد ما سابه شواطئ منطقة فلسطين بمسافة كبيرة يعني قول قدام ابرس قول بعد كده قال له ترجع طب اوديه فين قالت اوديه على على فين على نناوة او ربما وداه تاني نواحي فلسطين عشان كده وصار قول الرب ربما عند نناوة ده الاغلب فوق في العراق طب قولولي شوفناش حوت بيقرب من شاطي مستحيل اللي قرب من شاطي ده ايه حوت يطلع على رملة ازاي ازاي جماعة الكلام ده وهو لو رماه على بعد كيلو ده الراجل استوى في التلات ايام اتسلخ من العصارة الهضمية اللي عمالة تنزل عليه ولا عنده طاقة لا يعوم ولا يتحرك ولا يعمل حاج ازاي معجزة تحت سلطان الله اللورمي فرما ربما يا دوبك مشيلو عشرة متر وطلع وترمى على الرملة وصار قول الرب قم يا يونان وازهب الى نناوة ونادي عليها طيب دي ده حوت لا بي حاجة تاني فقط شايفين في نفس السفر في ايه يقطينا اعد الرب يقطينا فارتفعت على يونان فظللته ففرح يا يونان فرحا عظيما باليقطينا ربنا عايز علمه الدرس انت مش شفقان على الناس اللي بتهلك يا يونان طب انا هعلمه وبعدين بالليل اعد الرب دودة من حوت تحت سلطانه الى دودة اكلت الايه اليقطينا هذه ليست قصص للتسلية نحكيها للاطفال قبل النوم وان كانت جميلة لكنها قصص امامها نحترم الهنا ونصدق معاملاته ونصق فيه حتى لو احنا في زمن رديء جدا جدا وحتى لو تقديم الله بهذه الصورة الان تقريبا خلت منه المنابر تقريبا فنحن لا نقدم الله كمن صاحب السلطان لألا الناس تخاف او تكش ده مفيش حاجة تخلي الناس تحترم اله هكذا اله معلم في الكتاب المقدس الا هذه الصفات